منافسات صعبة خاضها منتخب الكويت في بطولة الحسن الدولية للتايكواندو مع منتخبات لها باع طويل في هذه الرياضة القتالية التي تعتمد على التركيز والرشاقة العالية والمهارات الفنية المحددة جولات متعددة أثبت فيها اللاعبون الكويتيون تميزهم في حلبة المنافسة حيث استطاع اللاعب عبد الرحمن الهاجري التفوق على لاعب المنتخب الباكستاني وحصد الميدالية الفضية في البطولة أداء بدني عالي أظهره اللاعب الكويتي يوسف القلاف أمام نظيره الإماراتي لكن الحظ لم يحالفه بحصد الميدالية البرونزية بعد خسارته في الدور الربع النهائي بفارق النقاط والله الطموح أنه وصل التتويج وما يمعلق ميدالية ذهبية وإن شاء الله بلعب كثل ما أقدر ورفع عالم الكويتي والله وجودها ثابتين وجودها من الكويتي والحمد لله إن شاء الله يجدها الشباب الباجي والميداليات بخطوات ثابتة ومعنوية عالية استطاع شباب الكويت فرض مهاراتهم البدنية على حلبة المنافسات في البطولة حيث خاضوا نزالات متعددة أمام فرق عالمية كبيرة لتمثل لهم هذه البطولة الدولية فرصة لإبراز قدراتهم القتالية بطولة الحسن الدولية شكلت فرصة مهمة للاعبي الكويت من اكتساب مزيد من الخبرات وتعزيز قوة مسيرة لعبة التايكوند الكويتية في المستقبل لتلفزيون دولة الكويت غيث الرقات عمان